بعد الحادثة المؤسفة اللي اتعرض الى احد الصيادين ببرودة الصيد البحري مما ادى الى وفاته شرح بداية عن برودة الصيد او ما يعرف بالسبيرجان وطريقة عمله اول شي خلينا نعزي اهله للشاب الحادثة اللي صارت يعني وزعلنا كتير بصراحة الله هذا الخبرية اللي صارت شو هي السبيرجان او شو هي مسدس صيد السمك بالبرودة سبيرجان هي فكرتها من فكرة القصونا الشاب بتاخد ضغطة من هول الربرس وهول الربرس بسين شدوا هيدا السيخ هيدا الشافت او السيخ ستانلس بطير لحتى يفوت بالسمكة ويخرق اكيد تحت الماء للدنسية تبعية الماء بتكون سميكة فانت بدك ضغط او لا يقدر يمشي هيدا الشافت شو سبيرجان تعتبر ايلي حادة ممكن اكيد تؤدي للوفاة اذا شخص ما بيع في استعمالها او شخص مأخى لبريبوشنز المزبوطة ودير بالو بطريقة استعمالها هل بإمكان اي شخص هاوي شرقها البرودة وبدأ استعمالها فورا ونصائح لطريقة استعمالها للحفاظ على الامان كسبيرجان او كرياضة السيد بالبرودة اي شخص لا يعملها لازم يلتحق بمدرسة او اكاديمية بتدريب هذا الموضوع لحتى يتعلم عن طريقة استعمال السبيرجان تحت الماء وكيف يستعملها وكيف يتصرف فيها لحتى يحافظ على سلامته وحتى يحافظ على سلامة رفقاته لماء اليوم انا السبيرجان اذا بدأ اخذها وانزل تسيط فيها بالماء لازم انتبه انه حتى انا وعم شرجها اذا البادي طبعي ما وجهها عليه محطها بلانه هاي دي بالنهاية قيلة ممكن تتعطل ممكن يطير الضرب لحاله باي لحظة متل اي سلاح او متل اي معدات فيها خطر ممكن يسير الحادث ممكن يسير فانا لازم عطول اخد البرودة انه ما حطها باتجاه اي شخص احنا ابدا ابدا بننصح الاشخاص مايشرجها فوق الماء يعني سبيرجان عطول حتى بالكتالوج بس تشتريها انه ما بتتشرج فوق الماء اوكي سوهي بالماء نحنا بنحطها بنشرج الاسبيرجان اللي حتى تكون جاهزة لنقدرنا تسيط فيها بس فوق الماء ما لازم تكون مشرجة ابدا عطول قبل ما نخلص غطسة اذا ما توفعنا او ما استعملناها منفكر رابر عننا ومنطلع فيها برات الماء تكون مفكوكة للسبيرجان نحنا كفري دايفرز عطول مختص شخصين مع بعض فنحنا ما بدي نكون عم حطها انا باتجاه صديقي انا وامشرج البرودة لا البرودة تكون عطول باتجاه الماء عيدة عني لحتى ما يصير لا سمح الله اي حادث او ما يكون الشافت راكب مظبوط وانا سير معرض حياة رفيقي او البضي طبعي للخطر هل تتعرض هالبرودة لاعطال يجب سيانتها من فترة لاخرى لعدم وقوع المحزور ورسالة من الكوتش لكل شخص يريد مزاولة هالهوائي لعطال ممكن تصير باي سبيرجان او مع الاستعمال ممكن تصير فنحنا عشان هيكس بنعملها مينتننس بشكل دائم لسبيرجان لحتى نحافظ عليها ونحافظ عجودتها ونظلها نعمل تشاك اوب عليها تكون امنة اهم شي نحنا بنرجع بنكرر انه الشخص لحتالي يستعمل هيدا المعدات لازم يمرق من خلال دورة ومن خلال مدرب المدرب هو اللي عنده الخبرة الكافية مش يروحها محالي يشتري سبيرجان ويروح يجرب فيها بالماء لانه هون يصير عم بيعرض حاله للخطر وعم بيعرض زملائق للخطر مش يجيب سبيرجان ويلا لانزل جرب فيها بالماء او جرب اوز فيها من فوق الماء قابلنا هيدا الشي انه شخص بيشوف سمكي ايه فوق الماء بيروح بيشتري سبيرجان بيجرب يأوزها من البوت حتى هاي الحوادث اذا منشوفها ممكن سبيرجان اذا تقوز فيها فوق الماء تعمل سكترما وترجع وتضرب بوجه لانه ضغطة كتير اوي اذا التهون بهيك انواع رياضات ممكن يقدي للوفاة لذا يجب اخذ الدروس ليبقى الامان اولا